الحريق الذي شب صباح اليوم بهذه المصحة الخاصة بمدينة تيطوان كاد أن يتحول إلى فاجعة عناصر الوقاية المدنية ومصالح الجماعة الحضرية سارعوا لإنقاذ المرضى بإخراجهم من النوافذ قبل أن يتم نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى سنية رمل بالتيطوان والحصيلة 47 مصابا في الحادث حالة التي توفدوا على المستشفى حالة اختنق منهم رجل يرقود حاليا في قسم الإنعاج لم يصب أحد بحروق بينما تصريحات المرضى الناجينة تؤكد أن الدخان الأسود الكثيف حاصرهم داخل المصحة نين خرجنا لجي تيجاد المستعجلات والبلوكي داك شي بالدخان كثير ما تصورش كيفاش باش تقدر تفلت رأسك من وجهة البروتكسيون لا يجازيون بخير عملوا الخدمة دياله مهزونا من الشراجون وبطونا في السلالين أطباء الصحة العموية علقوا إضرب اليوم لإسعاف المرضى فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث موسيقى شكرا